ورحمة الله مشاهدين إذن نوصل تغطيتنا المباشرة بالنسبة لمباراة المنتخب الوطن ونظره المالي على المباشر فاروخ خليف مساء الخير ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة يحضر معي الآن السيد مصطفى زيدون وهو مدير مركب مصطفى تشاكر أكيد سيطلعنا بأكثر معلومات خاصة بعملية بيع التذاكر وكذلك الأمور التنظيمية المتعلقة بمباراة الغد بين الجزائر ومالي السيد مصطفى زيدون إلى غاية الآن كم تذكرة بيعت؟ إلى غاية منتصف النهار بيعت حوالي 4500 تذكرة والعملية بدأت صباحة هذا اليوم ابتداء من الساعة التاسعة كما قرر في خلال اللجنة الولائية من التاسعة صباحا إلى غاية؟ إلى غاية السادسة وهذا خلال اللجنة الولائية التي ترأسها والي الولايات التي تقرر كل مواقيت بيش تكون انضباطها سواء في بيع أو دخول الجماهير في يوم المباراة الجماهير كثير في بالها أنه فيه 30 ألف تذكرة مطروحها البيع ولكن فيه رقم آخر يمكن تطلع به الجماهير نحن العموم نحن العب من مصطفى الشاكر يستوعب إلى 35 ألف متفرجة فالتذاكر هي 30 ألف تذكرة وطرحت إلى غاية نحن في الأكشاك العشرة المفتوحة التي هي أمامكم شبه شاغرة 20 ألف تذكرة لـ 300 دينار ولن ننسى بأن هناك 1500 تذكرة لـ 1000 دينار وهذه مخصصة للرعي الرسمي للفريق الوطني لكرة القدم موبيليس هذه التذكرة لـ 1000 دينار قد هذه المدة إلى موبيليس طيب توقعتكم العدد حتى السادسة مساء توقعتكم العدد ليصل عليه اقتناء المناصرين لتذكرة نحن كما نلاحظه لحد الآن هناك توافد جماهيري ولو حاشم لكن اللحظه باللكين ما جاء الأنصار لتأخذ تذكرة التوحهم طيب فيما يخص يوم غد ويوم المباراة الأبواب اللي هتكون مفتوحها للجماهير والساعة بالضبط في ملعب الساعة اللي هتكون مفتوح فيها عدد الأبواب الموجودة بكلية ملعب مصطفى شاكر هي حوالي 40 باب لكن هذه فيما يخص المداخل اللي تبدأ ابتداء من الساعة 11 في يوم المباراة بالأحراء في يوم الغد ستكون حوالي 20 باب للمناصرين بالنسبة لأمور تنظيمية خاصة أرضية الميدان أو كنا شفنا تصريحك منذ قليل لعميد شرطة قال بلي فيه كاميرات مراقبة فيها نحن فيما يخص هذه نحن كل التنظيمات تبدأ خلال ما تنتهي مباراة مباراة ما نبدأ في تحضير مباراة الأخرى سواء خاصة فيما يجرى على بيساط الأخضر لطلب عناية وصيانة كبيرة لذلك نحن جاهزون وكل العمال دائرين بهذا الأمر خاصة فيما يخص أرضية الميدان طيب المناصرين هل من حقهم يدخلوا معاهم مشروبات أو هذه ما نقدرش نجاوب عليها هذه خاصة برجال الأمن هناك تفتيش تفتيش لأنها خاصة كونسنون لفيميجان لتعليل لازار ولا كش حاجات أخرى لكقدرات تكون نتفادوها داخل الميدان وهذا نطالب من المناصرين باش يتفادو كل حاجة اللي تكون ضد ضد الفريق الوطني خاصة هناك مدير مقابلة واللي يكون يسجل كل كبيرة وصغيرة واللي قادرة تكون ضار ماشي في صراحة لا المناصرين ولا الفريق الوطني رسالة اللي توجهها اليوم الأنصار المباراة الغد نعرف باللي الفيفا فيه أمور كثيرة يعني وش تقول اليوم الأنصار اللي يحضروا غدا المباراة نحن الأنصار الحمد لله دائرين بالأمر والمسؤولية وشافوا وش سراء ولحظوا خلال عدة جلسات تلفزيونية وان سواء رئيس الاتحادية اللي تكلم عليها حتى إحنا حتى رجال تنظيم وليت البوليدة وجمهورتنا داري بالأمور وإن شاء الله يكون في المبعد ويتفادى كل كل كبيرة وصغيرة لذا ويبينوا للعالم باللي إحنا شعب متحضر يكونوا في المستوى إن شاء الله بالنسبة للجماهير المالية أكيد رح تحضر فيها عدد رح يحضر المباراة الغد إحنا فيما يخص هذه إحنا عنا زوج حصة تدريبية الفريق الوطني في ابتداء من الخمسة ونصف حصة جرت في أمسية البارح وكان حصة تدريبية للفريق المالي على الساعة الثامنة بالأحرى وقت المباراة وفيما يخص الجماهير المالية ما عندي حتى علم في هذا الشأن شكرا لك مصطفى زيدون مدير مركب مصطفى شاكير إذن حكيم كان هذا تدخل لمدير مركب مصطفى شاكير سيد مصطفى زيدون أكيد أنه أطلع الجماهير بتفاصيل عملية بيع تذاكر وكذا مباراة الغد بين الجزائر ومالي سنوفيكم بأي جديد قريبا زميلي حكيم شكرا فلو خليف كنت معنا على المباشر من مركب ملعب مصطفى شاكير بالبوليدة كان معنا أيضا مدير المركب الذي يتحدث عن آخر تفاصيل عملية الباية التي انطلقت قبل أربع ساعات وستستمر إلى غاية السادسة من مساء اليوم إقبال محتشم ولكن يرتقب أن يحضر جماهير تحضر جماهير غفيرة لمبارة الغد بين الجزائر ومالي ضمن ثاني مباريات التصفوية المؤهلة لأمم إفريقيا 2015 طبعا مثل ما نتابع الآن الجمهور مازال يتوافد الأنصار مازال يتوافد لعملية باية التذاكر ربما الحرارة هي اللي خلات الجماهير ما تقبلش كثير على عملية على الأكشاك لإقتناء التذاكر ولكن يرتقب أن تكون بقوة في هذه الأمسية أو حتى العملية قد تستمر إلى يوم غد بإذن الله طبعا ما زال مستمرين مع الزملاء هناك في ملعب مصطفى شاكا لتزويدنا بآخر المعلومات حول عملية باية التذاكر لرصد ربما تصريحات الجمهور للإقبال مثل ما نتابع الإقبال المحتشم لهذه العملية ما نشعر فيه لماذا هذه الأسباب ربما الدخول المدرسي عنده علاقة ربما حتى الدخول الاجتماعي أيضا عنده علاقة بعدم إقبال الجماهير بقوة على ملعب مصطفى شاكا ننتظر زميلنا فارو خليف لتزويدنا بآخر تصريحات آخر تصريحات هناك من عملية فاروق تفضل لا أسمعك جيدا فاروق مرحبا الوطني الجماهير الجزائرية تكون في الموعد واليوم حاضر معنا عدد ماهوش كبير ولكن نتمنى إن شاء الله يكون كبير يوم المباراة جماهير أتت لإقتناء التذاكر الخاصة بمباراة الجزائر مالي وش تقولون بداية على الليبي شريته الليبي بسم الله الرحمن الرحيم شرينا الليبي ورانا واجدين باش ندخل الاسطاد إن شاء الله و تكون مقابل المليحة إن شاء الله بربي أول مرة سارت طريق حسنة ورأي مليحة إن شاء الله إن شاء الله ندخل و تفرجوا المقابل وش تقولون الجماهير وش تقولون الجماهير اللي ما زال ما جاوش تغتاني تذاكر ما زال ما جاوش يشرون التذاكر نقولون لهم بلي دورة سعلة وزاما زاما غاية زاما من أي ولاية جيتنا؟ راني ملغى الملبل عباس ودي بلا سيتو بانشوفوا الليك شريد تذكيره الحمد لله لنا بدي تذكيره وانا ونقرأوا إن شاء الله وان شاء الله نتفرجوا الليك بلا سيوننا إن شاء الله ونفرحوا إن شاء الله ودورة هزاما راها غاية وش تقولون على الرسالة التي توجهها الجماهير أكيد راح تحضروا المباراة لازم نشوفوا روح رياضية كبيرة نشوفوا صورة مليحة للمناصر الجزائرية يا أخي أنا نوجه نداء الجماهير الجزائرية نقولهم باللي تحلوا بالروح الرياضية في المدرجات وان شاء الله بربي يكونوا مناصر راقم واحد في المدرجات ورقم اثناش باش نسندوا اللاعبين باش نزرعوا في قلوبهم الحرارة وباش نرفع لهم المعنويات واحنا مناصرين معروفين بالروح الرياضية المستوى إذن العالم راح يشوف لتابع مباراة جزائرية راح يشوف صورة مليحة على الجماهير الجزائري العالم راح يشوف روح العالم راح يشوف وان شاء الله بربي يكون مقابلة في روح الرياضية وإحنا أنا مستعدين واكتشوف شعب كومبلي هذا العماء ومستعد باش يسيبروتي تزاير بكل روح الرياضية المنتخب الوطني في كل مرة بحاجة الأنصار والأنصار التعودين يتحلوا بالروح الرياضية إن شاء الله إن شاء الله نكونوا كامل فيه شعارات فيه شعارات في الملعب نظن لجنة أنصار المنتخب الوطني يتحذر بالشعارات الشعارات هادفة وليبان ضرور وعدنا رسالة نحن نوجهوها هذه الرسالة وهي السلم والمصالحة المصالحة تكون على الجميع الأندية الجزائرية وهذه الشعار وهو بدون عنف إن شاء الله بربي نعودوا شوية أعجبكم المنتخب الوطني ضد إثيوبيا في الماش الأخر المنتخب الوطني هو أخويا لعبوا بكل قوش عندهم إبراهيبي بن فوضي يا أخو يعجبني سأقول رزيط تعودوا واشتوفوا الماش الأنشاء الله الشعارات في المشترا ليس الجل أهجل براهيمي وسوداني سوداني براهيمي و الماركة الأخرى الفغولي هذه هي نتيجة بربيتك نتيجة تكون عريضة بالبزع إذن حكيم كان هذا تدخل لبعض أنصار المنتخب الوطني أكيد الموعد سيكون يوم غد إن شاء الله نشوفه ملعب ممتلئ إن شاء الله وتشجيعات لأنصار المنتخب الوطني كالعادة إذن حكيم جديد سنوفيك به قريبا إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لك فاروخ ليف كنت معنا على مباشر أمام ملعب مركب مصطفى تشاكر ولكن قل للمناصر هذا أنه يخليها غير على الطريقة الجزائرية ما يروحش للطريقة الإنجليزية لأنه حتى إحنا عدنا طريقتنا الخاصة بنا شكرا إذن